اتصالات المغرب المسرد الرسمي للفريق الوطني إذن نعود مرة أخرى إلى نوفل في أبيجو نوفل تابعتم الحصة التدريبية للمنتخب المغربي على ملعب فيليكس هوفيت بوني كيف هي أرضية الملعب وأن هناك تخوف مغربي من سؤال الأرضية وتأثيرها على أداء اللاعبين في مباراة الغد أرضية الملعب عبدالله صراحة لن نقول أرضية مثالية ولكن أرضية جيدة بالنظر للأنباء التي وصلتنا ونحن هناك في المغرب قبل القدوم إلى أبيجان ولكن بالمعاينة اليوم معانا الأجواء أصبحت أجواء رطبة نوعا ما وأيضا درجة الحرارة مرتفعة وشمس ساطعة هنا في أبيجان وبالتالي ربما الأمطار التي سقطت بالأمس وأول أمس لم تؤثر كثيرا على أرضية الميدان الأرضية العشبية هنا في أبيجان أيضا لم تخذ مباريات كثيرة جدا على أرضية هذا الميدان لأن المنتخب الإفواري كما يعلم الجميع يخوض للمرة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم من وراته في أبيجان وذلك بناء على خيار المدرب في الموتسا الذي آثر أن يلعب في أبيجان بحثا عن مساندة جماهيرية كبيرة وأيضا ربما لحداث ضغط على المنتخب الوطني وبالتالي أرضية الميدان جيدة وهيرفيرونار سئل عن هذا الموضوع وقال بأن أرضية الميدان التي لعب هو فيها مع المنتخب الإفواري قال ستكون على المنتخبين معا وإذا كان لعبي المنتخب الوطني جلهم يمارس في القارة العجوز في ملاعب مرموقة تتمتع بأرضية أكثر من جيدة فبالتالي الأمر ينطبق أيضا على فيلة الكوديفوار فالأمر على المنتخبين ولن تؤثر أعتقد أرضية الميدان على المنتخب الوطني اليوم خاض عليه حصة تدريبية أكيد بأن اللاعبين سيكونوا قد انسجموا مع هذه الأرضية وعرفوا ربما النمط التكتيكي الذي لا بد أن يستخدم وعبد الله صراحة يعني مثل هذه المباريات لا تستخدم فيها الفنيات بشكل كبير ولديك خبراء في الاستوديو قد يؤيدون هذا الرأي يعني مباراة ستكون مباراة تلعب ولا تربح ولا تلعب عفوا ولن يكون فيها الكثير من المهارات الفردية أو البحث عن تمريرات ربما جانبية وفي مساحات صغيرة من اللاعبين بل ستكون مباراة بتكتيكية مئة في المئة ولا أعتقد بأن الأرضية بحالتها الحالية التي شاهدناها اليوم قد تؤثر على النمط التكتيكي المستخدم من طرف هيرفير رونار أو حتى من المدرب في الموتس اتصالات المغرب المسرد الرسمي للفريق الوطني